على سلامة البنات مرحبا بكم اشي حوالكم اشي عاملين ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي انتو ما تتفرجوا في الفيديو اليوم هاو كيما تشوفوا رجعت لكم فيديو جديد وروتين العادة والعواد بطبيعة اللي ما عنا وينو هربوا منو حتى كنا هربنا عليه نهير ولا اثنين اوينو بطبيعة بشو حل فيروسنا في الاخراء فلذا يلزمنا هكيكنا تكبسوا شوية ونقضوا قضيتنا لول بلول وما نكدسوش القضية فيروسنا قبل ما ندخلو على الفيديو نصلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى الي واصحابي اجمعي وما ننسيش باش نذكركم بطبيعة صديقاتي الي اول مرة تطلع لها القناة متاعي ولا مازلت مشتركتش في القناة يشرفني الاشتراك متاحها تضغط على زر الاشتراك لمكتوب اللحمة تحت الفيديو وتفعل قصية الجرس بشكي كي يوصل لها كل جديد وتنضم لعيلتنا الصغرونة المتواضعة هذية وما تنسيش زي دا تخلي لنا تعليق مزيان كيفك وربي جزيك كل خير وبرك الله فيكم بطبيعة كاها وصديقاتي كي ما تشوفوا الهنا بعد دخلت للبيت هذي ومفلت وبدلت بدلت الملاحف ايه مثل الحقيقة وقت اللي اعملت جلوميناج ما ما بدلتش الملاحف خطر بقيت مستنى باش ننكمل الريق الدفايات هذوما الدفايات هذوما كانوا عندي في شكل ملاحف كهو مهمش داد راوس اه تعبوني وقنقوا الصغيرات معنى هها بحكم اللي نفرش له دفاية تصبحها في ساقي هلوطة معنى هتتزرزح من تحته وعوض ما اعملنا شيء فلقيت الحل الوحيد اني نعملهم هكا داد راوس ان نفصلهم على شكل الجرية ونزيدهم بلاستيك وباش يتكبسوا اللي يلبسوا جرية لبسين وهكيكها صغيرات يدفوق ومن غير ما يهرب عليهم الفرش اه لقيقة فصلتم عندي مدة محطوطين وكل نهار باش نرقلهم وما نقللهم مش وقت امس وقت اللي استحقيت صي معنى قلت يا لازم نعملهم النهار هذو ما فيش اليوم دوبة اللي قمت فترت الصغيرات وبدلت لهم محويجهم ومشيت ديريكت قبل ما نبدأ في الروتين مشيت اه عملت لهم ضربة بالماكينة اه ريجلتهم معنى وكل شي وبديت معاكم في الروتين قلت لهم بدلهم اليوم ما هيش مشكل معناها اما بالحق خاطر الملاح في الاخريين ما مبقاش فيلهم معناها لازمهم يتبدلوا معاك ما هي المفيد صديقاتي ما كهو اه جيت نفضت لبيتها ونعمل في مسحة للبيرو هذي كامل حقيقة مثل مسحة باهية اه اما بحكم البيت هذي تحل على بلكونة والبلكونة تحل على الشارع ديما متعرضة معنى البيت هذي تقبل لي برشة غبرة فهي لازم نعمل المسحة هذي كمسحة خفاء للغبرة اللي دخلت على قليلة وكهو بالطبيعة باش نعمل زادة مسحة خفاء ديجال المسحة للبيت الكل مشكين للبيت هذي خاطر اه اه باش نعمل معناها شوية من الفواح هذيك باش ان الدار منبدل ريحت الدار وكهو حتى اليوم نهير فيه الشمس اما بارد على الاخر ايش باش نعمل مضطرين معناها انه نخلو البيت محلولة خاطر باش تتهوى على قليلة ما نعرفوش على يماتي الجايين وكي مريتول هنا الكوفيرتا ديريكت دوبلا شاحة الدار معناها كملت نفضت البيت ومسحتها وكي بدل في الفرج جبتها ديريكت ما خليتهيش تتشمس خاطر ديجا شمستهم امس فقلت اليوم هوينين هواها تهوية بسيطة لطول اللي كنكملت كملت لمين البيت اكعول هنا كملت لميتها لبيتها ونظفتها جزء باش نعمل لها ضربة ايرفريش وكهو ومش نتعدل للبيت الاخرى بتبيع كهو اللي هنا تعديت البيت بنتي زدك كيف كيف الفوضى ما نحكي لكم مش الصورة تحكي وحدها كهو كيف كيف نشمسهم شوية شوية دوبلا نكمل لن نبدل الفرش ونمسح البيت ونعاود ندخل كل شي بحكم تشمس امس وكل شي ومر واضحة مش ناقص معناها تشميسة كهو هنلاها وتشوفون اللي منها في حويجها الحويجها مفرسسين كل حاجة في بلاسا الحق اللي بنات اللي عندها نصيحة انصحني وتعاوني آآ شنو وعملتوا حل صغيراتكم بتشدوا الريقلة في تنظيم حويجها الحقيقة بنتي كانت مريقلة وكنت نقولها اعمل الحاجة هذيكة تعملها بالوقت آآ دخلت بعضها المدة الاخرى ما عادش معناها تحب تعاوني في الدار ولا اه معناها تنحي حويجها تلمهم حتى كانت تلمهم تلمهم بالصيفة عليها ودخلهم للجلاس متاحها هكاكة مغير مهمشو منظميني صحيح صغيرة بني انتي متنجمش تطوي كل شي اما اه وصلت مرحلة لازم هتتعمل على روحها يلزم يعلى قليلة تعاوني شواء اه كهو شفت ازا دا الملح في هذه اه الدفاة هذه ازا دا عملتها اوصل البنتي في بيلي نفس القيس مع الملح فالاخرى متاع الولدي هذي كايخي طلعت هذي اعرض معناها ورغم شريتهم نفس الديمونسيون معناها الكل مش مشكلها ويني خليتها هكاكة اه مستيسعة معناها جايتني مفضلة شوية على الجراية ما هيش مشكلة اه الهنا كما تشوفوا بنتي لانا تعدي اه غضو ان شاء الله اه خط كنكتب فعطيتها تمرينات اكاك شريتلك كثير متاع امتحانات اعطيتها متاع خط اه اه تقدم فاهموها ويني جيبلي كل ما تخدم حاجة جيبها لي نور ريالها ما انا اه نعطيها عليها انو ما تنقولها ساحتي بايهي كملها كاكة وا الا حسن خطك شوية ولا اه كهو هاويني شوش نعمل ماذا بيكم زادا نصيحة هاي جت اه بطبيعتها اه صغيراتكم قطلية بدوا يحضروا ماذا بيكم تورو لهم كيفيش تمشي معناها متاع التمريين وتورو لهم فيش يخدموا خلوهم يخدموا حادهم ما تبعدوش على روسهم اه خطره بالوقت اه معنا بالوقت اه معنا بالوقت يويل فولك ما ما يقروا ولا ما يخدموا حاجة الاو انتو مع روسهم ساعة تبدأ عندكم ما تعملوا كيما هكما تنجموا وش معناها تسايبوا القذية منه وتتلهو بالصغير منه فمراقبته فقط معناها وهو يخدم و الا بعد نكمل الاكسرسيس اه كيفي على الاخر وبالعكس تخليه يعمل على روحه وهو اللي عنده ثقة في روحه اللي هو ينجم يخدم من غير وجود الخطر ديجا هو فقط الانتحان بايش يخدم واحد ومش بايش تكون باحده خليه يعمل على روحه اه خير اكهو صديقاتي الهن كين نشوفو كملت نظفت لبيتا ووستويتها ودخلت لغطيات طبقتهم وحطيتهم في بلايسهم و اكهو بايش نمشي للكلوهار هذا بايش ننفذو و اه ونعمل له معناها مسحا اه كل شي الحق الحقيقة اليوم ما اه خفيف ما عنديش حاجة كبيرة كان شوفتم معناها الدار اول من ادخلت نضيفة ما عنديش برشة هرج غير اشنوها اه حواجي صغيرات انفرتين بطبيعة غطاء وتبديلتهم بشكونوا اعلى برا هاوينو اه فيديو من غير المونتاج بالموجود معناها اه وكهو البلايسة هذي دي من اه اه لا هي بها اكتر مدار خطر هذوي نقعدنا الحقيقة اه من اه اه صغيرات اه ايا في السالة يتفرجوا ايا يقرؤ و الا في بيوتهم ما عندهمش تمرين و مكثر التمرينات زادا نخدموهم مع بعضنا في في السالة معنا هي بدو نقعدو الكل مع بعضنا عطا او لا وهو نخدموهم مع بعضنا بيوتهم معناها مكثر الوقت وقت الانهم يمشولهم و الا وقت يبدأ فمعي قائب اه اه لخي غراني نعاقبهم برشة اه 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 اما هذي كهو معناها لازم اه اه اي ساعة ساعة نعملو لهم اه كابسة اه او كهو البلايسة هذي اننا نكمل نمسحها والفرشها اه فرش صغير معناها دوب اه وين نحط رجلي خطر دي من نقعد لهنا مع مكثر الوقت حكا نقضي قذية نقعد نرتاح لهنا ونبعد نمشي نكملها كان اه عندي اه خضرة و الا اه تنجية متاع فيكية و الا بقول و الا اي حكاية نقعد لهنا معناها الحقيقة هذي اكتر بلصم مساعدتني ومرتحتني اه فاكهة وماذبية دي ما ملمومة وهي زادة في المدخل متاع الداء اول ما ندخل نلقاها هي ماذبية كي يدخل راجلي مية مية الجيش داخل ابعاظها البلايسة خطر ساعات هو زادة يبدأ مزروب بش يكل حاجة ولا بش اه يشرب حاجة لهناء ديريكت معناها يقعد ايه المفيد كيما تشوفوا هو هنية كملت نفضت ومسحت ورشيته بشوية معطر كيما اه كيما موالفة معناها في البيوت الاخرين اولا هنا زادة ادخلت البيت اللي قاعد ايه مساعملت معاكم اه مضيفة مزيلت مرتوبة ومرها واضحة فمش حاجة غير هويني التنفيذ لازم بطبيعة خطر الصغيرة تيقعدوا واكيد بش يجيبوا تفشا معناها معهم مبرأ وكهو هوني تنظيفة خفيفة اه مش بش تعبني برشا معناها جزت تنظيمه بش نعدي عليها كنسة كهو وخيشة حاشيكم بطبيع اه عالبارتي اللي مهيش مفروشة وكهو وهذا الهن اللي نكون وصلنا تقريبا لنهاية الفيديو متاعنا اليوم ان شاء الله روتيني اليوم يكون اعجبكم وشجعكم وحافزكم حتى شوية بش تقوموا اذا كان عندكم قادية بقيت ويش تقضوها ومكهو صديقاتي مبقالية توا كان بش نقولكم بس لي موضمتم في امان الله وما تنسوش تخلو لنا اكليمية مزيانين اه يشجعونا بالحق ويحافزونا بش انكملوا نواصلوا القدين وان شاء الله نتقابلوا مع بعضنا اه في فيديو جديد وروتين جديد وهو كهو حبيبيتي تصبحوا على خير